السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شعر تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة اللي لنا اليوم سنشوف دور نلعب بين كارسن ولو شانجلي هذا الدور نلعب ببطولة العالم البلتس بالألفين واربع عطاش في دبي ولي بميز هذا الدور انه كارسن عم يلعب فيض اللاعب ما كان معروف او ما كان يعني متوقع منه انه يعمل هاي النتائج لو شانجلي هو جراند ماستر صيني في هاي البطولة كان مسفح كتير كان دائماً عم يلعب على الطاولات الأولى وكان من المتصدرين وما كان شايف حدا يعني كان غلب الكل خلونا نشوف شو رح يعمل كارسن ضر لو شانجلي لو شانجلي بالأبيض وبلش بالأي فور اي فايف وهلأ معناه أول علامة تعجب أو أول شي مختلف اول شي مختلف يعني نات سي ثري من لو شانجلي رايح لطابق فيينا أو الفينا جيم الفينا جيم من نجة نظري احسن من اي فور نات اف ثري من ناحية المتعة يعني ممتعة أكثر نات اف ثري شوي مملة شوي فيها حفظ انا بفضل انه انت تلعب لفينا خصول لو كان تصنيفك تحت ال 2500 طيب اه فهو لعب نات سي ثري والنات سي ثري بطلت من لعوبة كثير على مستوى القرانوماسترات لانه كثير ناس بيحكوا لك والله نات اف ثري أقوى ونات اف ثري انجيني ينوم وثيوري وماثيوري فان اغلبية القرانوماسترات بفضل يلعب نات اف ثري لكن نات سي ثري ما انا نقل سيئة بتسيطر على ال D5 وبتخدم مبادئ الافتتاح كامل هون نات على سي سكس حبيبنا كارسن وبهذا الوضع لعب جي ثري لو شانجلي الهدف من جي ثري انه انا بدي حط فيه لعال جي تو ومستقبلا بدي حاول الالعب اف فور انا بفضل انه الالعب اف فور دوري ما استنى اروح للفينة جامبت لكن هو لعب جي ثري بيشوب على السي فا بيشوب على الجي تو اي سكس مشان انشر فيلي الى بيض ونات على ال افور هدف من اي فور انه انا بحاول على طول اخد فيلك الاسود الفيلي الاسود بهذا الوضع ضارب على الفتو يمكن يعمل شوية مشاكل فانا بدي اخلص من نظوري كامل هون ال game B بيشوب على ال اي سكس نات على ال اي تو انا ما بدي احط حصاني على ال اف ثري بيكون مسكرا على الفيله هيك لأ بحطه على ال اي تو بيساعدني بي اف فور او دي فور كوين على ال ال دي سفن H3 بمنعي بشب جي فور أو نايت F3 بشب جي فور و نايت جي على ال E7 D3 بهذا الوضع بدي حاول انشر فيه للاسود تبيه الطويل وأكل هلأ وهون نايت تيكس على C5 دي تيكس على C5 بهذا الوضع من كارسون هلأ هون الأبيض عنده ميزة في لين الأسود صح أنه عنده حصانة لكن ممكن يحط أحصنته على أماكن كويسة يعني عنده سيطرة كتير ممتازة على خانة ال D4 ممكن يحط هذا الأحصان على ال D4 وهذا الأحصان على ال B4 كمار خيار ممكن و صح أنه الأبيض عنده ميزة في لين لكن لأنه هالفيلة على الجي تو ما عامل شي حاليا مع هاي الستركتر فيعتبر الأسود الوضع ممتاز يعني ما وضع أسوأ أبدا بشب على ال E3 بهذا الوضع مهدد بيدق C5 كارسون هون حمل بيدق بي 6 نقلي كويسة بس المشكلة لو نفتحها للوتر كارسون رح يعاني وتذكره أنه قلت لكم لو نفتح رح يعاني بعد B6 ذعب لون F4 والهدف أنه أنا بحاول أضرب الوسط F5 كوين على ال D2 وبحمل F4 FxE4 و DxE4 شوي غريب لكن الفكرة أنه لو أنت هون أكلت بالبيشوب أنا ممكن إيشي بيشوب هون و نكسر و نكسر فيها يعني و أخلص من فيلك اللي ممكن يعملي شوية رعب ولو يعني عرفنا أنه نوصل لهذا الوضع الأسود مستحيل هنا يكون أسوأ لأنه وزيره كتر ممتاز أحسنته رح توعه عماكن كتر مرتبة الوزير ضارب هون و هون عنده مشاكل كتير لأبيض فمشان هي كبار الوضع لأكل DxE4 بده يكسر وزره لو أنت كسرت هون وزره فأنا هاي شغلة قلت و رح تمؤوله أنه لو أنت عندك ميزة فيلين بتحاول تكسر وزره هاشي أنا قلته بحلقة سميت أصلا ميزة الفلين حكيت فيه كثير عن موضوع ميزة الفلين و يعني مزايا و شو بتحاول تعمل فلو أنت ما يعني ما فاهم شو تعمل لما يكون عندك ميزة فيلين و شو إيجابيات ميزة الفلين كذا ما نصحك تشوف الحلقة لأو ما شفته المهم فالفكرة أنه بعد DxE4 والأبيض بده يكسر وزره والأسود بطبيعة الحارة فأضل أنه ما بده يفوت اند جيم والخاص ما عنده ميزة فيلين كوين على إيجابيات بهذا الوضع مهدد الوزير كوين على C3 و نايت على D4 بهذا الوضع اللحصان اللي على D4 جدا مزعج ضغط على C2 ضغط على اللحصان ما تظهر أن تعمل شيء كأبيض لا عرف تبيت لأنه اللحصان بيسقط لا عرف تزيح وزيرك لأنه C2 بيسقط ولا عرف تعمل شيء فمشانيك لك معلم خليني أخلص من اللحصان وأكل بيشوب تيكس D4 ما بيقدر كأن يأكل منها لأنه في فورك على الفيل والوزير فبشوب تيكس D4 إي تيكس على D4 وكوين A3 هذا البيضق إلى E7 وهذا الوضع كارس إنه لعب نقلة ذكية اللي هي بيشوب على C4 الهدف إنه لو أنت أكلت على E7 أنا أكل على E2 بعدين أكشك من B5 كاشة الملك النقلة جاه رح أكل على B2 بعد رح أكل على C2 بعد رح أدز البيضق الملك ما بيكون كتير كويس فمشان إيكم بعد بيشوب C4 إيجاب بيشوب F3 والهدف ما بيشوب F3 إنه لو أكتني من هون أنا يأتي هون وما أضطر إنه أخرب التبيت أو أحرك ملكي وبعد بيشوب F3 الـ E7 مطلوب فحمى الـ E7 بنات C6 تبيت طويل E تيكس F4 وقرار هون غريب شوي اللي هو جي تيكس F4 الآن بعد جي تيكس F4 كارسن هون أكل بيشوب تيكس E2 والفكرة إنه هون لو جينك ليم أتطر يخصر بيدق وعشان هيكل تلكون جي تيكس F4 قرار غريب إنه لأ هون أنا كان ممكن أكل أتناه تيكس F4 وخلص يعني اللحصان ممتاز ممكن يجي على الـ D5 ممكن ألعب E5 وأفتح للبيشوب تابعي الوضع ممتاز بس هو لما أكل جي تيكس F4 بعد بيشوب تيكس E2 هون بيضطر يخصر بيدق لأنه البيضق هذا هون عليه ضغط وأكل على الـ E2 فهم اضطر إنه يأكل بيشوب تيكس E2 كوين تيكس E4 كارسن أخا أول بيدق غير هيك ومهدد الفيل والـ F4 بيشوب F3 بهذا الوضع ممتازه بعد كوين تيكس F4 مع تشك كينك V1 ولحصانه بهذا الوضع مطلوب فأيجانات على E5 وهبنا نعمل بوز شوي أو نوقف شوي هون الفيل مطلوب الأبيض خسرون بيدقين لكن اللي بيخلني هذا الوضع كتير ممتاز للأبيض هو الملك الملك في هذا الوضع ما نؤمن لأنه أنت لعب بيس اكس فصار في إضافات على الخانات البيضة والأعمدة رح تنفتح أو الأعمدة أصلا فتحت وملكك رح يطلع فرح يصير في تهديدات وتكتيكات والأسود رح يعاني ولتلكون لو هذا الفيلم فتح له فرح يعاني كثير الأسود بعد ناتي 5 كشو من الأيس اكس والهدف من الأيس اكس أنه أنا أطلع بره لو أنا لأون رجعت على الجي تو ممكن أنا ألعب سي سكس مثلا أو ممكن أرجع ناتي سكس أو يعني ممكن أنه حاول أحلن المشاكل تبع ممكن إجي كينك بي ايت ولا ألعب سي سكس مثل اللي صار هون أنه كشو من الأيس اكس أول بعدين إجي بيشب جي تو مشان خلص الآن الملك طلع إحنا أضمننا أنه الملك طلع وهلأ بنا نحاول نلعب على موضوع أمان الملك وعلى موضوع الخنات البيضة بعد بيشب على الجي تو كمل هو هون برقي ايت هلأ فكرت كارسن إنه هو بده يزح القلعة إلى هون مشان لو اضطريت أنه حط ملكي على الجي ايت خرص ما تكون القلعة محبوسة ملكي يكون آمن لحاله على الجي ايت وما مسكر على القلعة بعد رك على الإي ايت كمل جيم برقي اون والهدف أنه أنا بضعط على اللحصان اللي على الإي فايف كينغ على الإي سكس كينغ تيكس اي سابن مهدد بيدق سي سابن أخذ أول بيدق هلأ مهدد إنه يسترجع البيضق الثاني فرك على الإي سابن من كارسن بهذا الوضع ورك إي فور مهدد الوزير وبده يجي رك إي وان وياكل على الإي فايف كين أفتو بهذا الوضع يجي رك إي وان لو أنت هون أكلت فيني أنا باكل مع تشك بعدين باكل القلعة وبيكون عندي قلعة زيادة فمشان هيك هو إجاب هذا الوضع كينغ على الاف سابن الفكرة إنه لو أنت هون أكلت فباسيكلي اي كان تيك هير وفي باكرانك بروبليمز أو مشاكل عصف الأخير يعني فمشان هيك باللوضع بعد كينغ أف سابن إجا رك على الاف وان وهون كانت اللحظة اللي كارسن رتعب فيها قام خبط الطاولة ليش؟ لأنه هون اللحصانة لا أرى مطلوب كان مفروض هو يزيح على الدي سكس كينغ أف هون ما كان تغلى كويسة مفروض يزيح على الدي سكس بعد كينغ أف سابن الوزير والملك على نفس العمود فبعد رك أف وان الوزير رح وهي كانت بلندر يعني غريبة من كارسن صراحة يعني كينغ دي سكس ما عنده أي مشاكل كان بس اللي صار إنه هو لعب رك على لعب كينغ أف سابن وإجا رك أف وان الوزير طار إجا كين أف سكس أكي رك تيكس أف سكس جي تيكس أف سكس أوكي هل أول إش ما هو الأكل ضغري يعني بالفكرة إنه لو أكل لسه الأحصان علي ضغط ورجع الأف سكس أكل أكل الأحصان صار محمي يعني الوضع شوي أحسن بس الوضع خسارة أكيد رك اي وان دي ثري لا أعرف إنه بيحاول يعمل له شوية شغلات أكل أكل على دي ثري وكوين افور والفكرة إنه بدي رجع وزيري أحاول خليه يحمي رك دي سابن اي ثري بنفس للملك إجا بيشب سي سكس طالب القلعة رك دي فور كاشو من هون كوين جي ثري بي فور بي فايف أكل على سبن بي فور أكل على بي فور وكوين سي ثري لو بدك تأخذ قلعتين مقابل وزير يأهل وسهلة ويكون عندي قلعة كاملة زيادة إجا بيشب سي تو رك هون كوين كاشو من هون بيشب بي ثري بده يأخذ هذا الحصان وخلص يعني الحصان هو مربوط ورح أكله أكل على البيتو وبهذا الوضع تورط هون كارسون يعني إجا رك دي تو أكل على سي فور أكل على سي فور كاشو من الأف ثري إجا على الإي فايف لو بدك تأخذ هون فممكن أكل هيك مع تشك مثلا أو أكل شك هيك بكل بساطة وبعد هيك أكل القلعة فإجا كين إي فايف أكل وهون تأصل خلص أصلا كان وضعه يعني خسارة على آخر ما تم عنده أمل أكل هون إجا بيشب بي ثري وكوين أفتو واستسلم ليش تستسلم لأنه خسرون كل شي يعني ما عنده غير قلعة مقابل وزير بدي يجي هون ممكن أرزل بي دقيق لايك ترجع لورا باكل مع تشك بدي يجي لهون باكل هيك أو حتى عندي ماد تقريبا فكان جيم صراحة جميل بيفرجيني قديش ممكن نقل نفس بي سكس لو أنت ما قدرته ممكن تخسرك الجيم يعني لما نفتح لهذا الفيل مع الوزير اتورط كثير خاصة أنه كانت العملة مفتوحة يعني كان في التعاون ما طبيعي بين القطع عند الأبيض فكان جيم جميل بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه شكرا لكم مشاهدة شوفكم إن شاء الله بالحلقات القادمة إذا دعونا نوصل يخوان صراح شوفكم إن شاء الله بالحققات القادمة إلى اللقاء جميعا سلامات